لا تنفك طبيعة التقص في العراق من التأثر الكبير بحرارة الصحراء لا تنفك من التمسك بطبيعتها الحارة سيما في السنوات الأخيرة التي ارتفعت فيها الحرارة بشكل كبير إلى حد تفوق فيه الخمسين في فصل الصيف الظاهرة التي بدأت تحرق الأخضر واليابس تجد الطريقة أمامها سهلة حيث ابتلاع ألسنة النار للبيوت والأسواق والأراضي الزراعية وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها مدرية الدفاع المدني العامة إلا أن الخسائر المادية تضرب بفاتورة المواطن وتستنزف فاتورة الدولة الحرائق باتت ظاهرة تؤرق العراقي الذي يعيش في واقع مرير بسبب نقص الخدمات الأساسية وأبرزها الكهرباء حرائق مشابهة لكنها ليست من صنع الطقس إنما بفعل حرق الغاز الطبيعي مع النفط وهو ما يكوي أهل البصرة ويسبب لهم الأمراض البصرة المدينة التي يعيش أهلها اليوم احتجاجا على غياب خدمة الكهرباء وهي المدينة التي تنعم بخيرات وخيرات البصرة اليوم في أمس الحاجة إلى أن تنطفئ قلوب أبنائها بتحقيق المطالب الخدمية سيما أنها المدينة الأكثر وفرة للمناخ الغريب والمختلف عن باقي محافظات العراق فما يحدث من حرائق في مناطق أخرى يغيب في البصرة حين يحدث الرعد وتشتد الرياح أو تتساقط الأمطار